ابنك بنتك لانه فيه ضابطات كمان وبالتالي احنا بنتكلم على ولاد مصر فالشرطة هم الشعب الجيش هو الشعب الجيش والشرطة هم مين الشعب المصري مع حضراتكم اللي بتقدمو يعني ولادكم اللي بتقدموهم عشان يدفعوا عن بلدنا وبالتالي كلنا بنتكلم عن ابناء هذا الوطن فاذا هم ابناء الشعب مين بيتحمل ناسئوليات وسادة الرئيس النهاردة هو بيتكلم على مين وبيحياي مين حيا الشعب المصري لانه قال كده سادة الرئيس النهاردة انه الشرطة والجيش هم ولاد مصر وبالتالي تضحيات اللي حضراتكم بتقدموها كشعب مصري اللي بتضحوا وبتقدموا ده وانت اللي بتدفعوا ما هو اللي بيدفع عنك ابنك وابني واخوي واخوك وقريبك وقريبي اللي هم المصريين وبالتالي تضحيات كلها تقدم من خلال المؤسسة الوطنية لقوات المسلحة والمؤسسة الوطنية للشرطة مؤسسات الوطنية كاني بنقول المؤسسات الوطنية دي اللي بتدفع عننا اللي هو دايما بنقول هم أبناء هذا الوطن يعني الشعب المصري هو البطل النهاردة تاني بقول لحضراتكم كلمة لرجال الشرطة النهاردة لأبطال الشرطة النهاردة في عيدهم لو سمحتوا كلمة برسالة أو كلمة في مكالمة بعد شوية ولكن وطبعا الاحتفال النهاردة زي ما بقول لكم الدخلية النهاردة عاملة احتفال قوي تاني احتفال قوي واحتفال يليق بجد الاحتفال ده كمان ذكرنا بالاحتفالات اللي كانت بتتم على مدى السرق ولكن من رادي ليه يعني حاجة مختلفة مختلفة الفيلم اللي عملوه واللازم أحيي الدخلية وبحيي قطاع الاعلام والعلاقات في الدخلية انهم عملوا فيلم عن معركة 52 معركة السويس اللي هي ايقونة هذا الاحتفال النهاردة والبطل اللي مصطفى رفعت الوقتها كان ملازم مصطفى رفعت وكان لي الشرف ان انا قابلته سنة 95 قابلته هذا البطل قائد معركة السويس معركة السماعيلية 52 قابلته وعملته معاه حوار نشر في الاهرام في يناير 95 وكان اول احتفال كبير يتعمل لوزارة الداخلية اقامته في ذلك الوقت كان وقتها وزير داخلية اللواء حسن الالفي وقتها الله يرحمه اللواء رؤوف المناوي في ذلك الوقت وتعامل احتفالية كبيرة عن معركة 52 الشرطة وقتها كان كمان كان اللواء سامخ ضير لواء سامخ ضير كان ايضا احد افطال هذه المعركة وبرضو كنت قابلته في ذلك الوقت وكان في فترة من فترات محافظ لبرسعيد وعدد كبير من قيادات الشرطة في ذلك الوقت فالنهاردة الداخلية كمان بتذكرنا بهذه المعركة والابطال الحقيقين لهذه المعركة واسرة الواء مصطفى رفعة النهاردة كانت حاضرة وولاده وسيدة حرمه كانت موجودة طبعا هو يعني رحمه الله ولكن منتكلم على أسرته كانت حاضرة النهاردة كانوا موجودين في هذه الاحتفالية ابنه وبنته وسيدة زوجته كانت او ارمالة البطل اللواء مصطفى رفعة اللي هو قائد هذه المعركة اللي ادار معركة 52 يناير 52 25 يناير امام المحتل طبعا اللي كان موجودة النهاردة يعني حرم سيدة اللواء البطل اللواء مصطفى رفعة انه دايما نتذكر سيدة الرئيس راح لها في مكانها لما تسليط الضوء عليها ينتقل سيدة الرئيسي مصفحة طبعا حرم اللواء البطل مصطفى رفعة اللي هو قاد معركة يناير 52 وابنه موجود وبنته موجودة ايضا ابنه اعتقد متحد بيه كان موجود والسيدة بنته ايضا كانت حاضرين النهاردة شوقوا الداخلية كمان بشكرهم انهم وجهوا لهم ادعوا انهم يبقوا حاضرين النهاردة اشتركوا في القناة